بتبدأ حكايتنا مع بطلنا ساكورا اللي بيكون قايم مخنوع علشان حلم حلمي زي الزفت وهو نايم وبيدعي ربنا وبيقول له يا رب ارزقني النهاردة مشكلة كبيرة علشان اعرف افك فيها عن نفسي شكله الصيعة الوقت ده وايغلبنا الله وفعلا بيلبي سليبسه وبينزل الشارع واول ما بينزل بيلاقي ربنا استجاب لدعاءه وبيلاقي كم شاب كده عمليني دايق واحدة وزنقينها في الحيط وبيقول لها خرج يا بيت كل اللي معاكي المهم عمنا ساكورا بيروح عندهم وبيقول لهم تخرج ايه تعالوا لي انا بقى ودب تخ دب تخ قصر العيال ورماهم في الشارع وبيقف على واحد منهم وبيقول له ايه دايلا دانتو طلعتوا ضعاف كده ليه انا كنت عايز ناس اتخاني معاها وطلع كل اللي عندي على الأموم خليك فاكر اسمه وفاكر وشي علشان لما تشوفني في اي شارع تاني تلفه وتاخد شارع غيره ولكن طبعا الوقت مغمع ليه ومش سامع منه اي حاجة فبيقول خلاص انا كده همشي بقى ويلا سلام لكن وهو ماشي بيت ندى عليه البنت دي وبتقول له شكرا فبيلوفه وشي كده وبيكون مستغرب لها وبيقول له انا فبتقول له انه انت تستعبط هو في عد غيرك في المكان يعني لكن ساعتها وشه بيحمره وبيقول لها على فكرة انا مساعدتكش ولا حاجة الوقت ده بس كان شكله مش عاجبني علشان كده اتدخلته وضربته فبتقول له خلاص مفيش مشكلة تعال بس عزمك على وقبة بعدها بتاخده المحل بتاعه اللي بنعرف انه محل اكل وبنعرف انه صاحبنا مش من البلد دي اصلا وهو طالب في السنوية فبتقوله السيدة الكريمة انا كمان والله مش من البلد زيك ولكن البلد دي كانت كويسة لحد ما في الفترة الاخيرة فيها اصابات ظهرت وقعدوا كل شوية تخنقوا مع بعض لحد ما ارافونا وبقى الشخص من بره البلد بيفكر ميت مرة قبل ما يفكر يجي هنا ولكن بنشوف صاحبنا انه اصلا ما بيفكرش في اي حاجة غير حاجة واحدة بس هي البنت دي بتتكلم معايا كتير كده ليه هي مش خايفة مني ولا حاجة ده انا ضربت خمسة قدامها المهم بتقوله الاخت المحترمة دي واللي اسمها عليها اه عليها بعدها بتقرب منه وبتقوله بس انت شكلك غريب كده ليه نص ابيض ونص اسود وكمان اعينيك متغيرة فبيقول لها ان الشكل ما بيهمش في المعارك وانه اصلا انتقل صنوية فورينا علشان كلها معارك وكتلات وانه حلمه انه يكون الشخص الاقوى هنا وان شاء الله مع تطور الاحداث هكون زعيم المنطقة فبتقوله عليها انت شكلك يا ابني ما بيديش لكده انت شكلك كيوت يا ابني لكن بيقولها كيوت ايه ده انا مفيش ولا بنتي عجبت بيا لحد دلوقتي وكلهم كانوا بيخافوا مني وما فيش غريك انتي بس اللي تكلمت معايا شوية المهم بنعرف ان بطلنا بيحاول يطلع نفسه الوادي الجامد الفاجر الكازر اللي ما بيخافش من اي حد ولا بيهمه اي حد لكن ساعتها بيكون في راجل عجوز معهم في المطعم ومنين دلوقتي بتتعاطف على الراجل وبتديله الحاجة بتاعته ساعتها بتفهم انه شخص كويس ومش زي ما بيقول على نفسه بعدها بنشوف لما خرج من المطعم وبيكون الراجل العجوز زداله شوية حلويات علشان رجع له الشنطة بتاعته يعني بيقول ساكورة هي البلد دي مجانين ولا ايه ده حتى انه ما شكوش فيه ولا لحظة المهم بيفتكل لما كان في المطعم وبتقوله عليها انه علشان يبقى رقم واحد لازم يجمع فريق سعده فبيقول لها انا مش محتاج حد وانا اقوب نفسي فبتقوله الفكرة مش في قوتك الجسدية هتفهم كل حاجة لما تروحي الاكاديمية ولكن لحد ما يجي الوقت ده حاول انك تصاحب ناس من هنا ساعتها بيغضب عليها وبيخرج برا المطعم بعدها بنشوف شوية عيال متسولين عملين يكسروا المحلات في الشارع ودخلين دخلت عبدو موتى عليهم واصحاب المحلات خايفين وطبعا وقفين في البلوكونات وخايفين ينزلوا ولكن وهم ماشيين بيلاقى عمينا ساكورا في وشهم اللي طبعا مخنوع على الاخر ومحتاج اي حد يطلع خرقته عليه وصبحان الله بيطلع برضو نفس العيال اللي ضرابهم الصبح لكن ساكورا بيتجاهلهم وبيكون عاوز يعدي من جنبيهم بيقولولهم انت رايح فين يا معلم انت مش قلتين اننا نحفظ شكلك واسمك علشان ما ننسكش انا يا عمي منستكش وشفتك قدامه وكنت جايلك وقتها ساكورا بيخش في حالة يأس وبيقول هو فيه ايه هو ليه كل الناس بتحاول تعاملني على اني ضعيف طبعا هوريكم يا ولادي اللازينة وبيدي الوادي اللي قدامه بالبنية بتجيب اجله يا نور ابيض العيال كلها بتجانن ويادي ابني اللازينة ده احنا مش انسيبك لكن ساكورا ما بيهمش وبيفضل ينط عليهم الواحد ولا التاني ودب تخي دب تخي الحد يا معلم ما بيكسرهم حرفيا عملي اللي نط عليها علشان يمسكوه ولكن الواد ما بيتمسكش ده نينجا ياابا وقتها عليها بتسمع صوت حد بيتخانق برا فبتطلع علشان تشوف في ايه ولكن فجأة فيه عيل بيجي بسرعة من جنبها وبيمسكها وبيحطها على رقبتها السكينة وبيقول له لو ما استستمتش انا هقطع لك رقبتها دلوقتي ولكن الواد قولنا نينجا من بدري بيتير عليه وبيديله بالرجل وبيطير السكينة من ايده ساعتها كلهم بيتجمعوا عليه وبيفضلوا يهجموا عليه الواحد ورد تاني ولكن الواد بيكون سابت قصادهم بس مش عارف يتحرك كتير علشان يحمى عليها اللي وقفه في ظهره لحد ما فيه عيل من على الارض بيغفل وبياخد السكينة وبيجراحه في رقله وده بقى بيخليه ما بيعرفش يتحرك كتير ولا انه يستخدم رقله لحد ما العيال بتكتر عليه وكانه هينزول عليه بالمضرب بتاع التنس لكن فجأة فيه عيل طويل كده بيظهر قدامه وبياخد مكانه الضربة وبيكون لابس نفس لبس سكورا ساعتها العيال اول ما بتشوفه بيخافه منه ولكن فعيل بيشجعهم وبيخليه يهجموا عليه ولكن هو بيضربهم وقتها بتظهر ثلاث عيال تانيين وبرده بيكونوا لابسين نفس اللبس يعني كلهم شلة واحدة المهم العيال دي بتخش عليهم وبتنفخهم حرفيا ينهر ابيض العيال بتعمل معهم الجلاشة حرفيا ساعتها الناس بتقف في البلاكونات وبتفضل تهيس وخلاص فكروني بشعب مصر والله لما الناس برضو تقف في البلاكونات تقف وتهيس وكده واللي بيتفرج واللي بيحدف ميا واللي بيزعق وحاجات زي الزفت والله وقتها سكورا بيكون وقف مش فهم حاجة ليه طلاب سنوية فورين بيساعدوه فبتقول له علياء فاكر لما قلت لك ان المدينة دي اتغيرت بسبب العصابات لانها كانت بتحسن مشاكل فيها كل يوم انا بصراحة ما كملت لكش للجزء الاخير المدينة دي اتغيرت من سنتين من وقت وصول طلبة سنوية فورين وهم بقى بيحموا المدينة دي وما بقاش يحصل فيها مشاكل زي الاول ده حتى كمان انهم عملوا لوحة في اول المدينة ومكتوب على اللوحة دي ان اي حد عنده شر او كر هيعمل مشاكل او هيفكر ايدي حد هيتم تطهيره من طلبة فورين والكلام ده لكل بدون استثناء حد بتقول له علياء تاني ان من وقتهم هم جوم المدينة بقت المدينة في امان شوية علشان كده الناس اطلقوا عليهم اسم حماة الحي او ويندر بريك وفعلا بنشوف الناس كلهم فرحانين بيهم وبيفضلوا يحي فيهم وبيقولولهم ده انتو ابطال ساعتها ساكورا واقف مش فهم اي حاجة وبيقول ايه ده ابطال عدلة وبيكون واقف متدايق جدا لان زمان جدا كل الناس كانت بتكرهه وبتتنمر عليه علشان شكله متغير شوية ولكن الناس هنا بتحبه وبتعتف عليه وقتها بيتدايق جدا وبيقول لها انا مش متعود على الكلام ده وانا ما بحبش حد انه يكون فصفي وزعتها بيغضب جمي جدا وبيروح يضرب واحد من العصابة اللي بيكون لسه صاحي وبيقولهم انتو بتحاولوا تعملوا دور الابطال هنا وحنا عصابة في الاخر بس انا معجب بالكلام ده بعدها بيجي تاني يوم وبنشوف علياء مشغلة ساكورا حصان للعواجيز علشان يعني مش هادرين يمشوا في المدينة ويقولها المحل بعد ما بيقعد الست بقى اللي بيكون بتتنمر عليها علشان ما مشيش بيها بالراحة شوية بيقعد مع علياء ياكل واللي بنعرف منها ان ساكورا فرحان علشان داخل المدرسة بكرة ولكن طبعا وزي ما احنا عارفين ان عمينا ساكورا ما بيحبش بيين الجانب اللطيف بتاعه وبتفضل هي بقى تتنمر عليه وتتحك عليه لحد ما بيدخل عليهم واحد وبيكون بيين عليه الشياكة ولكن اول ما بيخش بيكعبل على وشه مش عارف احنا حسدنا ولا والله لكن بيقوم من تاني وبيكون فرحان بالزي الجديد لحد ما ساكورا بيكسر جبيهته وبيقوله طب شلي التيكت اللي عليك ده ساعتها الوقت بيتحرج وبيشولي التيكت اللي على الشاكت ولا على البنطلون وبنعرف بقى ان الولد ده اسمه جلال وبيكون لسا مقدم في مدرسة فورينز زي ساكورا بالزبط بيقوله جلال بس انا ما شفتكش قبل كده ولا اني سمعت عنك اكيد انت من خارج المدينة فبيقوله ايوة انا من خارج المدينة بيسألوا جلال طب انت جيت هنا ليه وليه دخلت المدرسة دي اصلا فبيقوله ساكورا بكل تقبر كده علشان اكون الاقوة فيها لكن الودة بيفضل يضحك عليه هو وعلياه وبيفضل يتنمر عليه فبيقوله ساكورا تمام انت لو عايز تجرب قوتي ممكن اوريها لك دلوقتي لكن الودة بيقولهم اه انا افتكرت حاجة معلش بس ولازم امشي دلوقتي وفعلا الودة بيخرج من المحل بيجرب سرعة بعدها بيخرج من المحل وبيفكر هيعمل ايه لما يدخل المدرسة جوه ولكن فجأة بيلاقي كل البيعين بيوقفوه كل شوية عملين يدي له اكل وشرب علشان يعني يشوفوه مبرح لما كان بيتخاني مع البلطجية علشان يحمل مدينة لحد ما بنشوف ساكورا وهو شايل اكل كتير جدا وبيكون مستهرة بقوله هي الناس دي مجانين ولا ايه انا امري ما حد عاملني بالطريقة دي قبل كده ساعته بقى هو بيفكر في معاملة الناس ليه بتيجي واحدة وبتخده بتقوله الحقن بسرعة فيه ناس متسولين كان عاوزين يتعرضولي ولكن صاحبك ابو شعر اصفر ده يدخل وهو حاليا مش قادر عليهم وفعلا بنشوف ان العصابة بتضرب جلال وهو حاليا مش قادر فعلا عليهم وبيفضلوا بقى يرخموا عليه وعلى مدرسة وعلى الطلاب وعلى اي شخص يعرفوه لحد ما الوقت بيتعصبوا وبيقوم يمسك فيهم عملين يضربوه ويرموه في الارض ولكن برضو هو بيقوم يمسك فيهم لحد ما الوقت ده كان هيدي له ضربة كانت هتموته ولكن قبل ما يضربوا بيلاقي ساكورا بيدي له فشو وفي لمحة من البصر من ساكورا كان مخلص على البايين جامد يمان بيقعد جلال في الارض وبيكون مصدوم ومش مصدق ان ساكورا عمل ده كل لوحده الوقت بيقعد يعاية وبيشكره في الاخر بيقلوا ساكورا متشكرنيش ولا حاجة انا في البداية اصلا ما كنتش جاي علشان انكزك ولا حاجة انا بس ما بحبش الاشخاص الا عاملين نفسهم اقوياء بيقلوا جلالا عارفي ان امل اخفية بعد ما لقيتني ضعيف كده فبيقول له ساكورا طب ولما انت ضعيف كده ليه جيت فورين فبيعاية الجلال وبيقول له لما كنت في الاعدادية كنت مجرد شخص متاع في كل حاجة ولكن الاعالي اللي هناك كانوا عاملين يضربوني برضو بدون اي سبب لحد ما في يوم جه الشخص من فورين وانقزني منهم ومن وقتها وانا كان نفسي اني اكون زيه واكون واحد من فورين ولكن برضو تعرضت للضرب بسبب ضعف هنا يحظك اللي سوي لكن ساعتها بيبصلوا ساكورا وبيقول له طيب خلاص خلاص بطل عياد بقى وما تقعدش تقرفني ساعتها بتوصل البنت اللي كانت سبب المشكلة اصلا وبتعتزلهم هما الاتنين لانها سببت لهم المشاكل وبتشكر ساكورا كالعادة وقتها بقى جلال بيتغير نبرته مع ساكورا وبيبدأ يحترمه وبيفضل يقول له بقى انا عاوز اسجل كل حاجة عنك في الدفتر بتاعي زي الطول والزكاء والكوة واشياء زي كده لحد ما ساكورا بيديله في دماغه وبيقول له بطل يلا بقى لعب العالي اللي انت بتلعبه ده بيقول له والله ده مش لعب ولا حاجة ولكن انا بحب اجمع المعلومات عن كل الاشخاص فاي حاجة انت محتاجة في المدينة هنا قول لي وانا هعرفها لك على طول بعدها بيروح هما الاتنين عند المدرسة وهناك بيلقى ورق متعلق على الباب للطلابي اللي لسه جايين جداد والموجودين حاليا وبنعرف ان عمنا جلال مع ساكورا في نفس الفصل بيقول له جلال خلينا اديك بعض النصايح شوية عاوزك وانت في الفصل يا ضوبك تضحك شوية وما تحاولش تعمل مشاكل مع الناس اللي جوه لانك انت طبعا غريبة عن البلد ديه ولو تشكلت ما حد فيهم او شكوا فيك بس المدرسة كلها تنقلب عليك ولكن ساكورا بيعمل احماء علشان لو حد بصوله جوه يتخنق معه على طول يخرب بالدماغك يا اخي المهم بيدخلوا الفصل واول ما بيدخلوا بيلاقي الناس جميلة وقاعدين مكانهم واللي بيتمرن واللي بيلعب في التليفون وما حد شغل بالو بيهم ابدا المهم بعدها بيتقدم واحد اسمه سو بيقول له عامل ايه يا معلم سيتك زيها في المدرسة بسبب اللي عملته في الشارع امبارح لكن ساكورا بيتجهز للمعركة وبيقول له طب انت عايز ايه يعني دلوقتي لكن سو بيروح يطبطب عليه وبيقول له لا يا حبيبي براب عليك والله انا بحييك بس ساعتها كل اللي في الفصل بيسأله هو عمل امبارح فبيبدأ سو يحكي لهم الكسة كلها واللي حصل معاه في الشارع الرئيس امبارح وقتها كل بيقوم يحييوه بيفضلوا يضحكوا وبيهزروا معه كأنهم اصحاب من زمان لحد ما فجأة واحد منهم بيسأله طب انت جيت هنا المدرسة لايه لكن بيرد عليهم ساكورا وبيقول لهم جيت هنا علشان اكون الاقوى هنا وقتها كل بيتنح له واللي كان بيتمرن بيقف واللي كان بيلعب في التليفون بيبصله يلا ارى بيدي شكلها تبقى مدعكة جدعان وفجأة من حيث لا نعلم بيلاقي كرسة حدف عليه جامد جدا وبيظهر شخصه وبيكون باين عليه الكوة ساعتها ساكورا بيتحك وبيقول له شكلك جامد يلا يلا بينار يبدأ المعرقة وفجأة بيلاقي الودة بيهجم عليه وبيدمر الارض من جنبه يا ولد وده بقى يا جماعة اسمه عماد وده واحد من اقوى الناس في المدرسة يا ترى بقى ساكورا هيقدر عليه ولا عماد هيدشمله ده بقى اللي هنشوفه في الحلقة الجاية انا عارف ان الناس اللي في القناة ما بيتحبش الحاجات الجديدة اللي انا بعملها ولكن يا جماعة اوزالوكم حاجة وانبيس ما بينزلش غير كل اسبوع فالمفروض انا في الوقت ده بقى اعمل ايه افضل قاعد يعني ما اشتغلش ولا ايه الكلام المهم بقى يا صاحبي ما تنساش اللايك والاشتراك وانك تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سلام اشتركوا في القناة شكرا